بهالفيديو هنلعب جولوف جيتي زومبي بكأس العالم في قطر وهنلعب بمنتخب عربي ونحاول نجيب الفوز طبعا لعبة بلاك اوف ثري فيها مابات كوستوم زومبي ففيه شخص مسوي ماب بأجواء كأس العالم ومو بس الأجواء لا حتى الماب نفسه تلعب مباريات كأس العالم على الدور النهائي دور الستعاش ما فكرتها جدا جميلة فيلا خلنا نبدأ بس قبل ان نبدأ هذا الفيديو عليك جيفاوي للعبة فيفا 2023 اذا حابت ادخل بفرصة الفوز عليها كيف عليك تسوي ادعى الفيديو بزر اللايك اشترك في القناة وترك تعليق مع المنصة اللي بدك عليها اللعبة بلاي ستيشن اكس بوكس او بي سي ممكن حد يقول ليش مسوي جيفاوي على فيفا الجواب انه هذا الفيديو برعاية أرينا إي سبورت ومسوي لكم بطولة للعبة فيفا بجوائز قيمتها 2500 دولار واي واحد فيكم فينا يشارك وموقع أرينا إي سبورت ومو بس بطولات لا فيه جيفاوي فيه يوتيوبر انا رحكون موجود في الموقع وفيه يوتيوبر صغيري فيه متجر وفيه جدا اشياء رهيبة وبطولة فيفا اللي موجودة حاليا في الموقع رح يفوس فيها اعلى 16 واحد رح يجيب سكور بجوائز قيمتها 2500 دولار هالجوائز المالية تقدروا تستعملوها بمتجر الموقع عشان تشتروا بطاقات أمازون بطاقات بلاي ستيشن أو أي شيء ثاني والبطولة رح يكون فيها أربع كوالفاير تورنيمينس يعني رح يكون عندك أربع فرص عشان تفوز فيلا رحوا شاركوا الرابط موجود بالوصف وخلنا نبدأ بالفيديو أوكي شباب هذه اللوودنج سكرين أو خلفية الماب الماب أجواء كأس العالم بالكامل هلا والله أوكي كأس العالم عندنا يا موجود هنا عندنا ملعب بس وين الجمهور لش ما في جمهور خلنا نشوف كيف نلعب الماب أولا فيفا وورد كاب قطر أطلنا اختار دولة من هنا أوكي لازم أكتل الزومبي بجانب كرة القدم عشان أعبيها أرواح أوكي بعدة لازم أتلق الكرة أو أشوت الكرة على المرأة وأجيب جول بعدين فيه غرفة الزار اللي هي غرفة التحكيم ويني أروح عليها رح أدفع فلوس بس رح تعطيني أشياء أوكي تقريبا نفهم فكرة اللعب هنا نختار مستوى الصعوبة سهل متوسط صعب ولا صعب جدا هروح على الصعب مو صعب جدا ولا سهل على الصعب أوكي الفريق 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 ما في السعودية في السعودية ما في السعودية في المغرب المغرب هلا والله اكيد المغرب الفريق العربي الوحيد المتأهل رافعين راسنا ازاي المسموع به هاي القوانين بكاس لعالم قطر ممنوع الكحول طيب نبدأ اللعب ونقول بسم الله نبدأ بالمغرب اوكي شو الموسيقى اوكي هاد الكرة هاد الكرة المغرب ضد اسبانيا المغرب ضد اسبانيا اوكي هذه المباراة اللي هتنلعب اليوم مدري انتو حاليا وقت ما عم تشوفوا الفيديو هتكون مباراة خلصت ان شاء الله تكون المغرب هي اللي فازت ان شاء الله تبونها في التعليقات لان وقت ينزل هالفيديو هتكون المباراة خلاص نازلة او خلصت طيب قاعد اتبح زومبي والارواح عم تروح على الكرة واضن لازم اجيب قول بس ليش الحارس كده شكله يضحك شوفوا الحارس طيب طيب لا راح اموت راح اموت راح اموت نعبي ارواح للكرة اوكي الكرة تغير مكانها مدري ليش لسه قاعدة تاخد ارواح يب لسه قاعدة تاخد ارواح يلا يكفي ارواح الكبوم لا ما راح اخذ الكبوم لانها بتخرب علي اوكي اوكي الكرة جاهزة نطلق الكرة بالدث ماشين طيب شوت قول قول اوكي لازم نعبي الكرة ارواح مرة ثانية فبالقم بلا هالمرة القموا حلو كمال قم بلا ثانية لا هذي كانت بعيدة بعيدة لا وضع حسبت الارواح كافوا خلص الطلق عندي خلص الطلق وين 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 فين عبي اوكي فار غرفة الفار او الريار هاي الحكام اظن هناك اروح اشتري طلق اوه ما عندي فلوس طيب اقدر اجمع فلوس من الخنابل اللي معاي حلوك دعواد خلوني أستغلها مع الخنابل انتهى القرآن دعستنا السمانيا دعستنا السمانيا و ندعست البرتغال الآن اشتري آمو اشتريت آمو صح لا لا هيدا آمو لا حلو 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 اخدت الآمو كويس 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 طبعا يا شباب كذا كانوا لعبين بولندا ضد السعودية انها الناس حلو 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 القراء ضاعت من بين عداد الزومبي هادي الكرة هادي راس زومبي هادي خوزة زومبي وين الكرة؟ اه هنا 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 يلا ألقم والله حارس فاشل جبنا قوله على البرتغال يلا ندعس البرتغال كبوم كبوم اخذها عشان الفلوس اوه حاليا اقدر اروح اشتري سلاح اوه لا ما اقدر هنا راح ادفع 3000 عشان اروح وسعر سلاح 5000 لازم يكون معاي 9000 والله لم يتخرج هندسة ما كان لازم افكر فيها الحين الماب حلو فكرة الماب حلوة صراعه بس المشكلة الوحيدة ان قطر دافع 200 مليار دولار عشان تبني لك 6 ملاعب كل واحد اطخم وارهب من الثاني وهذا حاطلك ملعب تقول كأنها حصة الرياضة في المدرسة ملعب حاطة اي كلام على الاقل يسوي ملعب كبير بس غير كده لا عجبتني فكرة الماب ان كل شوي تعبي ارواح للكرة وتجيب جول واضن بما ان اخترت المغرب فلازم الاعب ضد جميع الفرق اللي في الدوري وافوزها بكأس العالم ها تاخد وقت جدا طويل بس نشوف اذا نقدر نسويها لا لا بس اوه! اوه! مع انجلند بريطانيا بعدين رح اوصل على النهائي مع البرازيل واستراليا وطبعا برازيل هي لتفوز اصلا اظن فازت فازت صح وطلعت استراليا مكأس العالم فايي اوكي يلا 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 رجح اجيب الكأس للمغرب اليوم ان شاء الله بس عشان اجيب الكأس لازم سلاح لازم سلاح خلاص ماينفع الوضع كذا هروح على غرفة التحكيم طيب اشتري سلاح اقدر اخد الريغان ابي ريغان عشرين الف ليش ليش عشرين الف طيب نغيى الاسلحة خلاط اوكي اقدر اطوره ما اقدر اطوره احتاج فلوس طيب خلاص اظن الخلاط كويس كفاية طيب خلنا نفضي الخلاط جنب الكرة تعالوا القمو اوكي اوكي لا والله ما ما قاعدني اذبح لازم اطور اسلحتي ساكد اوكي بريطانيا اسحكوا ابي 요 هذا الحماس مع المغرب واخر شي تقصر انتو حالين عم تشوفوا الفيديو من المستقبل تعرفوا شو صار انا لأ اوكي نجيب قول نقوم اوو فلوسي خمسة وعشرين الف اقدر اروح وشتري ريغان اوكي هات الريغان الله هلا والله ريغان في كأس العالم اوه زومبي تجمعوا هناك ريغان في كأس العالم اهم شي انه قطر مدنة مدمرة مدينة محجورة من برا وفيها اهرامات ما ما ادري المصمم الماب مفكر انه قطر في مصر و اللهي دابل بوينس وديث ماشين تشوفوا فلوسي كم صارت افضل كومبو اوه ماك سامو خلني شرب شوية بركات اااا ناخد البيتوز وين وناخد السبيد كولا واضن ايه كفاية ما احتاج باقي البركات نرجع عند الحارس المعطوب هاده يلا نستعمل الريغان لنعبي الأرواح القومو او الريغان قوي اوكي ناخد الكبوم ناخد الماكس آمو ونجيب قول على الحارس المعطوب نفسي مرة انه يصدها بعض الوقت بعد اوكي ناخد الكبوم اوكي ناخد الكبوم وناخد الكبوم وندول على الكرة وين الكرة بين هالجسس كلها اوه هذي الكرة اوكي اوكي الحين الحارس بدأ يخوفني بدأ يخوفني اي يلقم بس قالي صد قال بما انه غني وعندي كثير فلوس ومطور اسلحتي خلني اروح اعبي باقي البركات ناخد الدابل تاب وناخد الستامين اوب والالكتريك شيري اوه عندي مونكي عندي ارمي مونكي وناخد الالكتريك شيري طيب الحين هذا قولي هو كيف البرازيل هو كم يجيب قول عليه خلني يشوف فيني انا اجيب قول ع نفسي خلني اشوف اقدر اجيب قول ع نفسي اوكي 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 مضيف اليوم خلنا اروح على غرفة الفير ار اشوف ميفي اسلحة ممكن اشتريها عاطيني البي بي اس اتش الذهبي وما غير لونه اوكي اوكي اسمعوا صوتة يالصوت طيب يلا 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 نجيب جول بالسلاح نمطور من الكرة تعال يا حارس يا ملعون ألقم يلا باقي آخر جول الصوت السلاح رهيب والله صوته رهيب البرك الالتراك شيري قاعد يكهربهم صح لا 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 اوكي اوكي عبيت عبيت الارواح عبيت الارواح ما بيعلني هيخسر رح اروح ارجع عبي البركات ارجع عبي البركات اهم شي اهم شي لكوك رفايف عبينا اهم اربع بركات الوضع تمام ان شاء الله يكون هذا اخر جول يلا ونجيب الفوز للمغرب اوكي يلا 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 لا يا ابن هالموسيقى هي توي اسما Queback اوكي 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 مروكو اصبحت مستهد الكيرد فيديو لليوم أتمنى أن أكون أعجبكم أتبالي من نهاية الفيديو لا تنسوا تدعم الفيديو بزر اللايك شاركونا بالتعليقات إذا ودتكم أسوي فيديوهات كوستم زوم بأكتر لأنه في فوق العشرة ألاف ماب تقريبا وكلهم رهيبين فلو ودتكم أني ألعب ما فات أكثر أتمنى تكتبوها الشيء بالتعليقات ولا تنسوا تشاركوا في الجيفووي وبس كان معكم بشار كيال أو بشار كيكي شوفكم بديهات ثانية إن شاء الله مع السلام